ومع انطلاق هذه المرحلة جديدة واستمرار مسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفيتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبوا لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال الرفع شعرات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسة الدولة بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان حالة الاستثنائية وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث فمن غير المعقول تسير مرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترطب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراب المشبوعة بدلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما يسعينا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل متربسين بها في الداخل والخارج وأساس المصلحة العليل للوطن والآخذ بعين الاعتبار أن تسير المرحلة الانتقالية تطلب مجموعة من الأليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور وأن تولى رئيس المجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتي بعد إقرار حالة الشعور منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة شهر بصلاحيات محدودة إلى حين اتخاب رئيس الجمهورية الجديد أود أن أكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيصهر على متابعة سير هذه المرحلة وذلك في ظل الثيقة المتبادلة بين الشعب وجيشه كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة الجوانب وحيثيات الأزمة خلال فترة مقبلة لا سيما شقها الاقتصاد والاشتماعي التي ستتعزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف والمطالب التعجيزية بما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل وضع إقليمي الدولي متوتر وغير مستقر بالإضافة إلى ضرورة تحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج بلادنا إلى بر الأمان